مسئلة قنوط الفجر معلوم ان اكثر الناس اغلبية اخذونا بقول اقلام الشفائية محمد الله في قنوط الفجر مداومة والبعض الاخر يقولون انما نفعله مرة او مرات ونقطعه والبعض يقول لا نفعله ابدا ان رسول صلى الله عليه وسلم فعله وشاره وتركه ثم الصحيف في هذا الامر وهل هناك في القنوط اذا كان في الفجر رفع اليدين فيه وشزاكم الله خيرا القنوط شرعا قنوطان مشروع وغير مشروع المشروع هو ينقسم الى قسمين له سبب عارض والقسم الاخر ليس له سبب عارض القسم الاول له سبب عارض فيما ينزل في المسلمين من المصائم وهذا ما يسمى بقنوط النازلة فهو جائد وفي الصلاوات الخمس دون اي تخصيص بأي صلاة من هذه الصلاوات الخمس والقنوط المشروع الاخر الذي لا يرتبط بناجلة فهو القنوط في الوتر حيث يسن القنوط في الوتر دون ان يراعى في ذلك النازلة الذي يريد ان يتوسط في الموضوع بين القولين الذي ذكرهما فبعضهم يحافظ على قنوط الفجر دائما والبعض الاخر لا يأتي بهذا قنوط مطلحا فهناك قول وسط يقول نفعل احيانا ونترك احيانا هذا الذي يفعل احيانا ويترك احيانا نقول له ان كنت تفعل حينما تفعل احيانا من اجل النازلة فخالفت السنة من حيث تخصيص هذا القنوط بالفجر لان القنوط في النازلة لا يختصوا بالفجر فهلا عممت وقنت احيانا في الفجر واحيانا في الظهر وبقيت ثروة خمش وفي ظني ان مثل هذا القانت لا يقنت احيانا وفي الصبح فقط للنازلة وانما من باب ارضاء الفريقين هؤلاء بدون قنوط هي قنتنا لكم هؤلاء لا يريد قنوط هي ما قنتنا لكم وهذا كما يقولون يعني يأخذ العصر في الوسط يرضي الفريقين ويتغلب عليهما معه فاذا هذا الذي يقنت في الفجر احيانا نقول له اما ان تدع اذا كان قنوتك في الفجر ليس قنوت ناجلة واما ان تعمم اذا كان لناجلة بقية الصلاة الحمس ومن هنا يظهر بان الذي لا يقنت في صلاة الفجر هو الاحرى والاولى في السنة الصحيحة هذا ما لدي من الجواب عن هذا السؤال بالنسبة لرفع اليدين في القنوط نعم رفع اليدين في القنوط سواء كان قنوط ويتر او قنوط فجر وغيرها من الصلاة الخمس في الناجلة يسلع رفع اليدين فيه واذا قنت الامام يرفع يديه ويرفع صوته بالدعاء ويؤمن من خلفه ايضا رافعين ايديه احيانا نصري وراء مثل هؤلاء الناس الذين يقنطونا مدومة فيعني ترى ان بعض الاخوة لا يرفعون ايديهم ولا يؤمنون وراء فما حكم ذلك هذا هذا طبعا ما لو صلى لنفسه هذا هو اللواء ترجمة نانسي قنقر